لم يكن عام 2020 كسابقه من العوام فقد هبت بها عصفة أحدثت متغيرات جذرية على مستوى العراق بصفة عامة ومحافظة ذيقار على وجه الخصوص عام أقيل واستقال فيه ثلاثة محافظين ومدراء الدوائر فضلا عن إقالة أكثر من ثلاثة مدراء لقيادة الشرطة المحافظة كل هذا جاء بعد تظاهرات اندلعت شرارتها لمدة عام كامل وهي أطول تظاهرات في عموم العراق تغيرت كثير من الوجوه داخل هذه المحافظة كثير من الترتيبات السياسية التي حدثت في البلد كانت مصدرها محافظة ذيقار لكن للأسف الواقع الخدمي والواقع الاقتصادي في هذه المحافظة لم يشهد تغييرا كبيرا كانت هناك عبارة عن مجرد وعود رغم أن المحافظة هي المحافظة الوحيدة في البلاد التي تم علانها كمحافظة من كبيرة أحداث دامية راح ضحيتها أبرياء من المتظاهرين والناشطين فيما لم تكن مقار الأحزاب بعام 2020 بمنأة عن الغضب الشعبي إذ هدم بعضها وبعضها أحرق وعلى رغم من أحداث تشرين التي عاشتها ذيقار إلا أن جائحة كورونا فرضت سطوتها على المحافظة وشلت الحركة الاقتصادية وأودت بحياة المئات من الأهالي قدمنا من الترحيات من الشهداء 122 شهيد بالإضافة إلى 7 الشهداء في الجمعة الأخيرة فأصبح 130 شهيد عندنا فقط في الناصرية أما الجرحة لدينا ألفين جريح ثورة تشرين حققت ما عجز عنه الكثيرين في السابق حيث تم تبديل حكومة ومطالب انتحققت خلال مطالب الانتخابات مبكرة وهذا كله يحسب على قيام السوار أنه المطلب الذي يتحقق هو مطلب منجز كبير بالنسبة للسوار إذن عام مضى وآخر قدم وذيقال لم تحقق من تظاهراتها سوى أكثر من 100 شهيد وأكثر من 500 جريح واصطدعوات لتفعيل قرارها المنكوبة بأسرع وقت ممكن لقناة التغييرها بالخفاجي الناصرية